اشتركوا في القناة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ونزل القرآن الكريم مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكذبا لليهود فالحق لا يكون بالأمان والظنون ولكن بالحجج والبراهين وإلا لما دخل النار أحد وطالما ما فيش عندهم دليل من التوراة يبقى نستعمل معهم العقل والمنطق وفعلم المنطق في قاعدة بتقول لكل مقدمات نتائج فالمقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة وبالتأكيد المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة ومقدمات اليهود كلها كانت كفر كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم وجود نعته في التوراة وكفر بالتوراة لما حرفوها وكفر بالقرآن الكريم وكفر بالإسلام والنتيجة الطبيعية للكفر هو الخلود في النار كلا أيها اليهود ليس الأمر كما ذكرتم فحكم الله ثابت لا يتغير فمن ارتكب الآثام حتى جرته إلى الكفر وحاصره الكفر من جميع الجوانب فلا منفذ له فهو في خطر كبير فإن مات على ذلك دون أن يدخل الإيمان قلبه ويتوب إلى الله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون احتج الخوارج بهذه الآية الكريمة على كفر صاحب المعصية والكلام ده خطأ تماما ومردود أول دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا وتاني دليل قول علمائنا زي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه ومجاهد وعكرمة وغيرهم بأن سيئة في الآية هي الكفر والشرك وفي يوم القيامة يأتي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون له تسعة وتسعين سجل كل سجل مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر من هذا شيء فيقول لا يا رب أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول لا فيقول الله تبارك وتعالى بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم خلي بالك إن حسنة هنا عكس سيئة في الآية الكريمة وإن حسنة وسيئة جمل اثنين نكرة فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثكلت البطاقة فإذا كانت حسنة هي الشهادتين فبكل تأكيد سيئة هي الشرك والكفر نعم من الممكن للمؤمن أن يعذب في النار فترة على ذنب ارتكبه ولكن في النهاية لا بد من دخول الجنة وقد يدخل المؤمن إلى الجنة مباشرة برحمة الله مهما ارتكب من ذنوب ومعاصي وكبائر أما من نات على الكفر والعياذ بالله فسوف يحاسب على كل كبيرة وصغيرة ولك أن تتخيل ماذا حصرة الكافر يوم القيامة إذا وضع الكتاب بين يديك أما كان حجم الحسنات اللي عملها في الدنيا فهي جميعا هباء منثورة بسبب الكفر حتى الصلاة والزكرة حيتحاسب عليهم اللي عطلهم بسبب كفره فالكفر أحاط بالكافر من كل جانب فلا منفذ ولا مخرج ولما يدخل أهل النار للنار يقولون لمارك وهو الملك الموكل بالنار يا مارك ليقضي علينا ربك فلا يجيبهم لمدة أربعين عام ثم يقول إنكم ماكثون فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيخلى عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم ييأس القوم فما هو إلا شهيق وزفير مثل أصوات الحمير هو دمعنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ترجمة نانسي قنقر